يعني برج الجوزاء انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انه اكو اوه شن هذا العيب اللي بيك مشرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل فاذا اكو احد قل لك هاي كلمة او ممكن يكون الطاقة بعده يعني هاس ما متحققه ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحشو ياك هاي الكلمة فاذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانشي او ما تصرف هذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا الشي سبب لك قلت ثقة بنفسك انت لعب مو بك انت ما بك عيب ومو شارطة ذات شون هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل سخلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك واني خلطوا الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تتحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعل ان هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا شي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته ان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن لحد الان انت ملازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي او يشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا سبين اف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف ورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سرعن الشخص اللي انت حاليا قاعد اتدور وراه الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صالة فترة وراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكو اياك الفترة الجاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او دتمر بي حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هيا الاوراق قاعدت السرسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دتحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريدي طالع من الفصال مؤلم اكون فصال مؤلم وحاليا انت بطاقة شفاء دتحاول انه تستجمع نفسك ودتحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت تنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت تتحارب هوايا تطريت تتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بين ناسكم والانفصال اللي بينكم مؤلم كان فلها السبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بك الاشياء اللي صارت قبل فالها السبب انت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك وبكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه اتكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا اشوف فترة اخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هسا انا فصلنا الوضع العاطفي قبل من نهت العملي خلونا ننتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير شنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه واشنت تعمل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا شنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لانه قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملي انت تتحاول تشتغل في سبيل انه اتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعض الظروف والحظر والمعرفة أشوف أنه أنت حالياً ما عندك شغل أو نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دي أثر على نفسيتك هوايا ودي أثر على بيتك على مصاريفك فهذا أشوف عندك تفكير كل شيء شبير بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضاً ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حالياً أنت هو يقعد تفكر هو يتريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات ولا تأجيلات فإذا كانت أنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حالياً وهذا الشي محبطك وإذا كانت ناوي أيضاً تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أن تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حالياً يعني تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال ست أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مازل خلال ست أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأوردي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال ست أسابيع هسا خلونا نجي على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومؤثرة عليه هواية وأيضاً أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حالياً حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو تديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت حامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حالياً فهذا الشي دي ينطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتي شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس حاولي أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحد من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخي يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه حاج عليك شي ظلم المهم قاعد أشوف أنه إليك حق يوم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي أي صالحك أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذه من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورس يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيثنا هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون يتقربون من عندك ولكن أنت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون وياك داي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد تقبل أنه هذول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت وردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشيء اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت أشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منح الاستقرار منح الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وأنت عندك علم بهذا الطرف الثالث وأضامة كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب أنت عارف وهنا أنا عندي أوراقة أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هواية ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسبه ويعمره وممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك واتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا الشخص قاعد يحكو ياه وهو هيتش و هيتش شايفني أو أنه يقنعك أنه أنت بيك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الإنسان النرجسي وأساسا هنا إذا شوفوا أنه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم أكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو إمرأة طالع يمي موجودة فأما هذا الشخص ممكن نكون متزوج أو تركك وراح تزواج فأنت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بناتكم القدر توقف عن دعمها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية لأنه أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصلوا ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس رجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حتشيته فترة راح ترجعون تفترقون لأنه القدر توقف أنه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم أنه ماكو شي انتهي هو دا يشوف أنه ماكو شي انتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل أساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحجوياك ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف أنه أنت عاطفي وهو مؤثر عليك أساسا وموصلك الطاقة أنه أنت ما تقدر تبدو يا شخص صغيرا أنه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول مع أنه أنت قيمتك أكبر بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يظل عليك ويرجعك إلى فهذا الشخص اللي رجي سيدي وموجود اللي عنده طرف صالثة بحياتك هذا اللي تنطي فرصة أنا يقول أنه تركي وأنت متردد أنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة وأني أساسا قاعد أشوف أنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك أولا حب نفسك حتى الناس تحبك وأهم حب هو حب النفس فما أقول لك تصير أناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأننا كلنا طاقة فأنت هسا الطاقة اللي تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقة بنفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتشي فريسة هي الطاقة راح تسحبه ثم راح يجي هذا الشخص إليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير ليك نفس الشيء اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك يسيطر عليك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها فأول شيء يحب نفسك راجع نفسك راجع ثقتك بنفسك حاول تسوي أشياء عزيز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه واني أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل يوك عن قريب ففي حال تواصل يوك هذا الشخص اللي أشوفه أنه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص هسا قبل ما لنهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء إن شاء الله القراءة الجاية يشوفكم بوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاجة اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما خضها عن نفسك ما راح تلدي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك أولا وبعدين فكر بالناس إنو هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب أهم شي قناعتك أنت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا الله كذا عجبتكم القراءة